أهلا بكم يصدر الفدرالي الأمريكي بعد ساعة من الآن بتوقيت الأردن قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي المستثمرون يترقبون تصريحات رئيس الفدرالي تيرم باول الليلة في محاولة لالتقاط إشارات حول موعد بدء تخفيض الفائدة في حين تثير القفز الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدوى الزمني لخفضها وكانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء خفض الفائدة العام الحالي التي وصلت لأعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة لكن عودة ارتفاع تضخم وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% دفع الفدرالي إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة وتغيير لهجته حيال الموعد سجلت 139 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورسة عمان انخفاضا في صاف أرباحها بنحو 12% خلل الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 518 مليون ومئة ألف دينار بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي نائب المدير التنفيذي لبورسة عمان بسام أبو عباس قال إن القطاع الصناعي سجل أعلى نسبة انخفاض بنسبة 33% وقطاع الخدمات بنسبة 16.2% فيما حقق القطاع المالي ارتفاعا في أرباحه بنسبة 4.5% تقريبا ولفت إلى وجود شركتين لم تزود البورسة في بياناتها المالية للربع الأول ضمن المهلة القانونية بنهاية نيسان الماضي تم إيقافهما عن التداول اعتبارا من اليوم إلى حين تسليمهما البيانات المالية المطلوبة في يومهم العالمي يقف العمال الأردنيون في لحظة تأمل وكأنها استراحة محارب وهم يأملون في تحسين بيئة العمل وسط تحديات جمع على وقع ارتفاع أرقام البطالة وتدني الأجور يحتفل عمال الأردني اليوم في عيدهم كغيرهم من عمال هذا العالم في ظل انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية ويأتي تعزيز الحقوق العمالية لمكافحة التغول على الطبقة الكادحة كأولوية للنهوض بسوق العمل الأردني العمال في الأردن يروون معاناتهم في عيدهم ويؤكدون أن العيد الحقيقي بالنسبة لهم يكمن في توفير حقوقهم بما يضمن تغطية التزامتهم المالية راتب مش موفي يعني نحن شعارك وغلال معيشة هاي مش عارف يعني احنا قاعدنا بننجي من الغور بنطلع الهون على عمال هون يعني كل يوم بحط لي خمس سرات ما وصلت بس أنا مور مش يعني الحمد لله أول شي المشكلة الأساسية أنه يعني أغلب الشركات ما بتطبق قانون العمل الأردني قانون العمل الأردني وضع لتحقيق حياة كريمة للعامل بوضع الحد الأدنى للأجور مع أنه لا يرتقي الحد الأدنى للأجور للمستلزمات اللي يحتاجها العامل فقط لبناء عائلة أو لسد حاجياته الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن تعهد خلال حفل لتكريم العمال بتبني القضايا العمالية خاصة في القطاعات غير المنظمة التي تشكل 46% من العمالة الأردنية فضلا عن تبني قضية رفع الحد الأدنى للأجور المطالب بشكل خاص في القطاع الغير منظم يعني من أهمها لا يوجد لهم ضمان اجتماعي لا يوجد لهم تأمين صحي شامل لا يوجد لهم مواصلات فهناك الكثير من القضايا العمالية في القطاع الغير منظم المكرمون طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على توفير بيئة عمل آمنة وجذب استثمارات توفر فرص عمل وتحد من أكبر معضلة تواجه الاقتصاد وهي ارتفاع معدل البطالة ليست مشكلة أني أنا شايفيتها بس الوزراء السابقين والوزراء الحاليين هاي أصبحت عائق أمام حتى الدولة أنا معلش لو بدي أحكي أمام الدولة في حل مشاكل البطالة يعني ليجب أن يكون هناك دراسات أوسع أشمل في وضع مشاريع وزارة العمل تؤكد أنها تعي حجم وقيمة دور العمال بوصفهم عصب الاقتصاد المحلي وتعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة الأردنية المؤهلة إن من أولوياتنا تعزيز التشبيك بين الأردنيين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص إضافة إلى فتح أسواق جديدة للعمالة الأردنية المؤهلة والمدربة للعمل خارج المملكة وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة فيما يستمر معدل المشاركة الاقتصادية في الأردن في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز 32% مقابل 66% من السكان في سن العمل غير نشطين اقتصادياً أسامى الخطاط به رؤيا في عيد العمال العالمي ينفرد عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسوأ الخيارات بين القهر والإقصاء أو القتل بلا سبب برصاصم السوطنيين وجيش الاحتلال هذا الواقع الموجع دفع اتحاد نقابات العمال الفلسطيني إلى إلغاء فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة ولسعظ عنها بمؤتمر يسلط الضوء على الاضطهاد الذي يتعرضون له تحت الاحتلال بخاصة بعد السابع من تشرين الأول أكتوبر بعد السابع من أكتوبر استهداف الاحتلال للفلسطينيين بات أشرس والعمال كان لهم نصيب قاساً من هذا الاستهداف ثلاثة شهداء عمال في سجون الاحتلال وقرابة أربعمائة عامل خلف القطبان حتى اللحظة وفي غزة المدمرة يحرم الاحتلال عمال القطاع من الخروج منه أو العودة إليه وهكذا رحل إلى الضفة الغربية ستة آلاف وخمسمائة من بين عشرة آلاف عامل كانوا داخل فلسطين المحتلال لدى اندلاع طفان الأقصى قبل قرابة سبعة أشهر ويطالب اتحاد نقابات عمال فلسطين بإحقاق العدالة لقرابة ألف عامل طالتهم جريمة الإخفاء القصري مطالبنا أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون هناك خطة لتجريمه وتغريمه لما قام به من جرائم قتل وإرهاب وتدمير ودمار وأيضا من قرصنته لرواتب العمال ومنعهم من الدخول إلى أماكن عملهم نحن نتحدث عن 500 ألف عامل بعانوا منذ أكثر من 208 أيام خسائرهم بحدود مليار و800 مليون دولار الحكومة الإسرائيلية الحكومة الحرب هي التي تتحمل المسؤولية والمجتمع الدولي يجب أن يضغطوا أن تدفع إسرائيل كل مقاسر العمال وفوق بطش الاحتلال يطالب رؤساء النقابات بتحسين ظروف العمال في مختلف النقابات في مؤتمر للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نحن دورنا ومطالبنا من الحكومة هذا جزء كبير تتحمل الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل إنها إطلاق آلية وحل لموضوع العمال توفير عمل تعويضهم في مبالغ جزئية إحنا كمان كانت جزء مهم من مطالبنا التأمين الصحي على الأقل للعلاج توجهنا لوزيرة العمل أنا ذاك الدكتورة ماي كيلي من أجل أنه يكون التأمين مجانا في فترة الحرب طبعا ولا حد اللحظة ما حصلنا هذا الحقيقي إحنا في مفاوضات إحنا وإياهم القضايا اللي بدنا تناولها أغلبها أنهم بحاجة لضمان اجتماعي وحد الآن فلسطين لسه معقل إن شاء الله أنه نسعى لتحقيقه ونقره إن شاء الله منها تأمين للعامل يعني هذا الضمان كثير أمان للعامل ولا ننسى تدني الأجور استهداف الطبقة العاملة يهدف إلى تقويض الاقتصاد الفلسطينية فأجور العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل تتخطى أربعمائة مليون دولار شهريا لتشكل أهم موارد النقد الأجنبي لوطنهم من رام الله المحتل أسيل سليمان رؤيا أطلق صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية برنامج تشغيل المهارات بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المهنية والتقنية بقروض حسنة تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار البرنامج يشجع الشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة في القطاعات المهنية والتقنية من كل الجنسين للفئة العمرية بين 18 إلى 45 عاما شريطة حصولهم على شهادة مزاولة مهنة من الهيئة ويقدم البرنامج التمويل للمقترضين الشباب بدون أي مرابحة أو تكليف على المقترضين ويلتزم المستفيد من البرنامج تسجيل المشروع الموافق على تمويله والعملين فيه لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم نطلق برنامج بالتعاون مع هيئة المهارات المهنية والتقنية للتمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة في القطاع المهني والتقنية هذا البرنامج سيتضمن تمويل يصل لغاية 15 ألف دينار سيتم منح فترة سماع 6 أشهر سيتم تقديم هذا البرنامج أو هذا التمويل على صيغة القرض الحسن لن يكون هناك أي أرباح أو فوائد على المستفيدين انطلاقاً من هذا اليوم صندوق التنمية والتشغيل جاهز في كل فروع وفي كافة محافظات المملكة لإستقبال طلبات التمويل البرنامج سيدي وصده 4 مليون وخمس ونص من مخصصات صندوق التنمية والتشغيل 4 مليون ونص هذه المبادرة هي مبادرة تكاملية ما بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل بتهدف بشكل أساسي لتنظيم سوق العمل المهني والتقني والتشجيع الشباب من حملت شهادات مزاولة المهنة اللي الهيئة هي المسؤولة عنها وفق أسس ومبادئ معتمدة في هيئة تنمية المهارات للحصول على قروض بفائدة صفرية من صندوق التنمية والتشغيل وبفترات سماح وبضمانات حسب الأصول الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي تشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم المهني والتقني وبالتالي شهادة المزاولة هي متطلب للتقدم لهذه المبادرة اشتركوا في القناة